رب العزة يبدل سيئاتك حسنات ويتوب عليك لما تسمع إلا من تبدي قلبك يطمئن طيب هي التوبة متعلقة بالمزنب بس معنا اتصال أستاذ محمود السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم حضرتك بس وقت التلفزيون واسمعيني بالتلفون طيب الاتصال نقطع نكمل فرب العزة لم يجعل التوبة للمزنب فقط يا جماعة بل جعل التوبة للمزنب والطائع قال في كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال في صورة الحجرات ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون قال الإمام بن القيم رحمه الله قسم الله عز وجل العباد إلى تائب وإلى ظالم ليس هناك قسم آخر يبقى كل محتاج إلى التوبة كل يحتاج لأن يتوب إلى الله عز وجل تخيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصحيح يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة دمين جماعة نسدنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم يبقى التوبة لا بد أن يتوب الإنسان إلى الله عز وجل توبة نصوحا توبة صادقة قبل مجيء شهر رمضان ودي اسمها إيه اسمها التخلية قبل التحلية يعني إيه كلام ده عم الشيخ فهمنا طيب صلى على حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم إن الإنسان يتخلى من كل الصفات السيئة ثم يتحلى بكل الصفات الحسنة يتخلى من كل الذنوب ويتحلى بالطاعات يتخلى من أمراض القلوب ويتحلى بسلامة القلب التخلية قبل التحلية فكل إنسان محتاج لكذا وكلنا بشر وكلنا ذو خطأ لسنا بملائكة بررة ولا بشياطين مردة إنما نحن بشر نصيب ونخطئ ترجمة نانسي قنقر